السلام عليكم وتحكي طيبا لكل محبين قناة كريم كسري مرحبا بكم معيها من جديد الخبر دي اليوم هو خبر نزل متل السعيق على المسلمين عكس كل التوقعات التي كنا نسننا المغاربة يستعدوا بشيصالوا صلاة ترويح لرهاد رمضان في الديور ديالهم يعني ما كانوا صلاة ترويح في المساجد هاد السنة المرة الثانية للتولي المغاربة غاديتحرموا صلاة ترويح في المساجد وهذا القرار جايم عند اللجنة العلمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية في الوقت اللي كانت هذه اللجنة هذه كانت درس يعني أن المغاربة يصليوا في الجوامع هاد السنة هذه يخذ احتياطة لازمة المسافة استغلال المساحات الخارجية في المساجد باش المغاربة يعني يصليوا صلاة ديالهم في المساجد هاد السنة لكن عكس كل التوقعات وعكس كل ما كنا ننتظر يعني خبر مثل السعيقة كما قلت لكم واش كون السبب فالتحول فالتغير الله أعلم يعني صراحة العين تبكي دم بدل دموع لأن هاد الخوف أو لهاد شي كامل ولهاد احتياطات كاملة لحد الساعة مرة تكتر من سنة على هاد الفيروس هذا والأمور غادية بحل الول تقريبا ما كانت شي تغيير ما تبدل والو كل شي بقي هو هو بالرغم من جميع الاحتياطات بالرغم من جميع القرارات اللي كتخرج بالرغم من الحزر الصحي بالرغم من كل شي أي حاجة الدرد ما غير أتوأ له ولكن صارت ترويح عادي تغير شي حاجة ما كان نظن شي بأن منع المسلمين صارت ترويح هادي يقدر يغير شي حاجة وانا كنشوف حاجة وحدة لكي نف سورة البقرة الآية 114 لكي تلخص كل شي لكي يقول فيها الله سبحانه وتعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سورة البقرة الآية 114 شهر رمضان اللي هو شهر المغفرة الرحمة العتق من النار شهر التقرب المسلم من ربي الشهر اللي كيتبوه فيه بزرد الناس الشهر اللي كيتسلسل فيه الشياطين الشهر اللي كيكون فيه كل الخيرات والنعم والشهر اللي ينزل فيه القرآن هو أعظم شهر عند المسلمين يعني مقارنة مع الشهر الأخرى شهر معظم وكانت يعني ساعق على المسلمين في العمليفات أنه ما صلوش الجوامع ونفس السيرناريوكي يعود نفسه هذا العام هذا وعلاش بغينا نعرفه علاش بغينا نعرفه علاش وش في علا السبب أن الناس ما يصالوش الجوامع باش ما يتقاسوش بالفيروس وش في علا هذا هو السبب الحقيقي وش في علا هذا القرار هذا خرج باش يحمي المسلمين أنه ما يتحكوش هنا كنلقاه وحد تناقض كبير لأنه في الحياة العامة لحد الساعة كنلقاه بأن مسموح الفوتوس يعني الصور بحال هذه كنعيشوها يومياً كما كنتشوفون هيا الصور بحالكة كنعيشوها يومياً والحياة غادة غادة أمرش ولكن ما يكونش مسموح أنه نشوفه صور بحالة شكل هذا إن الصور بحالة شكل هذا ما يكونش مسموح بها ربما باش من الناس ما يتقاسوش بالفيروس أنا شخصياً إلا كنت غن تقاس بالفيروس وانا كنصلي حدا وحد مسلم معايا وحتوي لأموت تقاعاً موت فرحان نفضل نتقاس بالفيروس وانا كنصلي ترويح ومنموت موت فرحان فرحان وكيش مشكيل لأن إلا كان هذا الفيروس هذا الخوف منه أكتر من الخوف من الله فرعرف بأن الأمة الإسلامية أصبحت في خواركان لأن لما كنشوف دبا أن تعظيم الخوف دين الفيروس هو الأكبر من الخوف من الله سبحانه وتعالى يعني مسجد تمنع المسلمين أنه ما يصليوش والسبب هو أنه كان واحد الحاجة اسمية الفيروس اللي تصيبنا واللي ممكن أنه تقتلنا يعني سوف نسينا كل شي نسينا هذه اللحظة للتقارم الله سبحانه وتعالى ربما تقدر تغير بسينا نحن لدينا قدرة على هذا الفيروس هذا ما لدينا قدرة عليه ما لدينا قدرة عليه يعني نحن فقط نستورد اللقاح وأصلا اللقاح في حد ذاته مشكوك فيه لدينا فقط قدرة وحدة أن اعتقدنا في الله كبيرة أن الإنسان المسلم يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويدعي يصلي يتضرع وربما يتبدل شي حاجة على اللقاح وعلى الأقل الإنسان يفرق ستريس اللي عاشوا لمدة سنة الضغط للفقر الجوع مزاف دي الحواج مزاف دي الحواج عاشوا هالناس فات السنة هذه الفقر والجوع والستريس والأمراض نفسية شفنا عدد كبير دي الانتحارات لأول مرة نشوف كم الهائل دي الانتحارات السبب دي لها الشي كامل يعني الناس عواد ما تموت بالفيروس ما تتبشي حاجة لي أخطر من الفيروس كين اللي انتحر كين اللي قابل جوع كين اللي كل واحد والظروف ديره كين اللي حماق في عقلو تخربق يعني المسألة ما بقى فقط فيروس والليوح هو أخرى أكبر وأعمق وأشرص من الفيروس نفسه ولكن هذا الجهة المسؤولة ما كنتشوفوش كيبالي أنا ما كنتشوفوش يعني باش سمنع مسلمي أنا ما يصلي في رمضان الشهر اللي نكون من ثلاثة دي الأعشر شهر العسر يام الأول رحمة العسر يام الثانية مغفرة العسر يام الثالثة عتقل من النار والبركة دي صلى الترويح عظيمة عند الله سنحرموه منا المسلمين وسننقل سوف ديورنا باش ما انتعدوش ربما نموتوا في الوقت اللي قد نموتوا بأي حق لما صراحة فانقلكم والله العظيم لما يعجزوا اللسان عن التعبير وهذا الكلام أو لهذا التحليل أو لهذا ردة الفعل أو لهذا هذا كامل ما كيبغيوهش ما كيبغيوهش هذا شي هذا ما كيبغيوكش تكلم ما كيبغيوكش يتعبر ما كيبغيوكش يتقول ما كتحس شو كتحس به يعني الكلام اللي تكلمتي بحلكة وعارتي القرارات أو لعطيت غير وجهة النظر ديالك فأنت سوف تحاسب على هذا هذا يعني أنا نقدر نتحاسب على هذا ردة الفعل ديالي وعلى هذا هذا القرار هذا أنا أرفضه ربما أحاسب عليه علش هكذا دير الأمور كل شي تبدل كل شي تقلب كل شي تغير كل شي ولا العكس ديال ديالك شي اللي يخصو يكون عليه ولا كل شي العكس يعني إحنا ما بقينا شي غادي تمشكو بالحبل الحبل ولينا بغينا نقطعوه الآية اللي كتقول وعتصم بحبل الله جميع ولا تفرقو يعني إحنا ما بقينا ش بغينا نعتصم بحبل الله جميعا إحنا بغينا نقطعوها ديالك الحبل يعني ما كنت نعم سلمي أنه ما يصليوش وما يقربوش لوعديتهم وما شعائر اللي مولفن بها كل سنة كديروها هنا كنقطعو الحبل الحبل الاعتصام يبقى يتقطع بشوية بشوية غيتفكك وما يستعم بتفكوك ديال الأوسار طبية الحال والبتيعد عن الدين وبالزاف ديال حواج في الوقت اللي يعني هذك عداء الدين كي حقوا الرغبات ديالهم شوية بشوية وكي حقوا ديك شي المخططات ديالهم لجوع لها شوية بشوية مع الأسف شديد صراحة يعني الإسلام أنا كي بلي أصبح في خبر كان مبقاتش الغير عليه مبقاوش الناس اللي كي دافوا عليه مبقاوش الناس اللي كي اعطيوا اهتمام الدين كيفما يستحق وكيفما يكون يعني إلى آخر نقطة في العمر إلى آخر يعني نفس لا أمرت بالدلات الإخوان كل شي رأسنا على عاقب مع الأسف شديد صراحة والله العظيم يعني العين تبكي دم وليس دموع مبقى لما أقول في هذا الفيديو حسبي الله ونعم الوكيل شكرا لكل محبين قناة كريم كسرين ما كنتم تفيد القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة